المعتقلون في إيران ورقة ضغط ومساومة يبرز هنا السجناء الأجانب أو مزدوجوء الجنسية التي يتهم أغلبهم بتهديد الأمن القومي والتجسس لصالح دول أجنبية فالسجون الإيرانية تضم نحو ما يقرب من 14 معتقلا أجنبيا من جنسيات مختلفة وفقا لهيومين رايتس ووش قائمة طويلة من المعتقلين في إيران يذكر منها روبرت ليفنسون اختفى في مارس 2007 أثناء رحلة له كمحقق خاص في جزيرة كيش الإيرانية ظابط سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية نازانين زغري معتقلة منذ 2016 مواطنة بريطانية إيرانية اعتقلت بسبب عملها مع مؤسسة تومسون رويترز عبد الرسول در أصفهاني اعتقل 2016 مستشار سابق لحاكم البنك المركزي الإيراني عضو في فريق التفاوض للاتفاق النووي اعتقله الحرس الثوري بتهمة التجسس وتقديم معلومات على الاقتصاد الإيراني لجهات معادية والتعاون مع أجهزة استخباراتية بريطانية مايكل وايت اعتقل 2018 من قدام المحاربين في الجيش الأمريكي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمتي إهانة المرشد ونشر صور مع صديقة له لا يرتبط بها بصورة شرعية فريبا عاد الخاه اعتقلت يونيو 2019 باحثة إيرانية فرنسية احتجزت في طهران بتهمة التجسس يوليا يوزك اعتقلت اكتوبر الجاري صحفية روسية اتهمت بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ملف الاعتقالات هذا تحاول إيران المناورة به لكسب صفقات مع الغرب وفق محللين سواء لكسب امتيازات من الدول الغربية كالإفراج عن أصولها وأموالها المجمدة أو تخفيف العقوبات وكانت إيران استفادت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من سياسة الاعتقال وخرجت بصفقة قيمتها مليار وستمائة مليون دولار لإطلاق صراح مراسل صحيفة الواشنطن بوست جيسون رضائيان وآخرين روان حمزة العربية